موسيقى نشرة الثالثة عبر شاشة تيبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين المخزوم يقول أن المباحثات وصلت إلى المراحل النهائية والشعيب يصف الوثيقة الجديدة بالنقلة النوعية وليون يعلن أن الحوار الليبي سيستأنف الخميس الهلال الأحمر الليبي فرعش دابيا يعلن العثور على ثلاث جثث من جنسيات نتشادية مدفونة جنوب المدينة ليبيا تحيي الذكرة 19 لمجزارة سجن أبو سليم وستترقب أهل الشهداء الإنصافة ورد الاعتبار في هذه القضية أهلا بكم من التفاصيل قال المبعوث الأممي إلى ليبيا برنارديد اليون أن كل الوفود بحاجة إلى العودة للتشاور مع الهيئات التي تمثلها مشيرا إلى أن الحوار الليبي سيستأنف بل سيستأنف جلساته الخميسة المقبل وأكد اليون في مؤتمر صحفي مساء أمس بالصخرات أن الأطراف الليبية اتفقت على أغلب القضايا وأن هناك نقطتين إلى ثلاث نقاط لا تزال محل خلاف وأشر اليون إلى أنه سيكون ممكنا البحث فيما وصفها بالقضايا الخاصة التي ما تزال بحاجة إلى الحل والتوضيح مضيفا أن التوافق يظل ممكن على المساولة الرئيسية للاتفاق السياسي بعد كل هذه الأشهر تسعة من العمل بقيت لدينا فقط قضية تاني أو ثلاث وهذا ما ستبحث في الأطراف غدا وبعد غد والفكرة هي أن نعود يوم الأربعاء وأن يكون الاجتماع القادم يوم الخميس حيث سنحاول البدء في الاتفاق ستكون الطريق ممحدة للتباحث حول حكومة الوحية الوطنية وحول ملاحق الاتفاق أعلن رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام صالح المخزوم أن الفريق سيعود إلى ليبيا للتشاور مع المؤتمر قبل توقيع الاتفاق مؤكدا أن المباحثات وصلت إلى خطواتها الأخيرة وفي مؤتمر صحفي المساء أمس بالصخرات نفى المخزوم انسحاب الوفد من الحوار مؤكدا أن التشاور مع المؤتمر حول القضايا الحساسة يدخل ضمن الآلية التي رسمتها الأمم المتحدة منذ بداية الحوار وأكد المخزوم حرص المؤتمر على الوصول إلى اتفاق لا يتم الطعن فيه أمام القضاء وصلنا في الخطوات الأخيرة نحن الآن نتحدث عن بعد أيام قد يكون هناك توقيع بالأحرف الأولى وقد يكون هناك بيان مشترك تحت عنوان تفاهم مشترك أو أي سيغة تضمن أننا إما أن نوقع بالأحرف الأولى أو ينشأ البيان المشترك بين الطرفين بأن هناك اتفاق وأرضية مشتركة من جانبه أوضح رئيس وفد مجلس النواب الحوار محمد علي شعيب أن وفد المجلس بذل جهدا مع المحاورين للتوصل إلى اتفاق وقد درس الأفكار الجديدة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة بالمقارنة مع ملاحظات مجلس النواب وأشار شعيب في مؤتمر صحفي إلى أن فريق الحوار بالمجلس يرى أن الوثيقة الجديدة تتضمن نقلة نوعية لمسار الحوار تفتح الطريق أمام اتفاق نهائي حسب قوله قرأت لجة الحوار بالمجلس أن الوثيقة الجديدة تتضمن نقلة نوعية في مسار الحوار تفتح الطريق إلى اتفاق نهائي ولكننا نؤد أن نؤكد أيضا على أن هذا الموقف أولي ولابد من الرجوع إلى مجلس النواب ليقول كلمته النهائية بعدما نستلم الملاحق وأكد مستشار الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشاح أن البعثة أدخلت تعديلات على ثلاثة بنود في المسودة أولها أن مسألة صحب الثقة من حكومة الوثاق الوطني من صلاحيات مجلس النواب بعد أن كانت أمرا مشتركا بين مجلس الدولة ومجلس النواب وأضاف الشاح لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأساس الدستوري الذي يستمد منه مجلس النواب شرعيته يجب أن يكون الاتفاق النهائي حتى لا يتعارض مع حكم المحكمة العليا مشيرا إلى هذه التعديلات غير متوازنة وأفاد الشاح بأن تغييرات نصت أيضا على أن يشارك أعضاء من مجلس النواب في تشكيل مجلس الدولة مما يضعف التوازن السياسي حسب الشاح وأثارت التعديلات الأخيرة التي أدخلت على المسودة الرابعة للحوار في الصخيرات ردود فعل متباينة بين الطرف المرحب بهذه وآخر يعتبر أن إدخال بعض التعديلات على المسودة يعتبر أمرا غير متوازن التقرير الآتي يرصد بعض هذه الردود وصف مستشار فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشحة التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على المسودة من قبل بعثة الأمم المتحدة بغير المتوازنة وقال عضو المؤتمر الوطني العام عبد الرحمن الدباني أن البعثة لم تفلح في الوصول إلى حل سياسي يساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف هناك تراجع في المسودة الرابعة من حيث الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس الأعلى للدولة وكذلك مسألة التحكم في تعيين الأعضاء البرد في مجلس الأعلى للدولة مما يعني أن هناك نوع من الإصدراب في أداء البعثة الأممية من جهاته اعتبر مجلس النواب أن التعديلات التي أدخلت على المسودة تؤكد ثوابت المجلس لأنه الجهة الشرعية في البلاد مجلس النواب هو الذي عدل هذه المادة فيما يتعلق بصحب التقة من الحكومة كان هناك مشاركة من المجلس الأعلى أو مجلس الاستشاري في صحب التقة من الحكومة ولكن مجلس النواب عدلها وجعل السحب التقة من الحكومة يتطلب 150 عضو المجلس النواب ويعد التوافق حول حكومة الوفاق الوطني أولوية مطلقة هذا ما ذهب إليه عضو مجموعة المستقلين المشاركين في الحوار موسى الكوني مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن اقتراح أسماء أعضاء هذه الحكومة نحن لن نشكل حكومة فقط نتوافق على رئيس ونائبين يعني والرئيس والنائبين هم من يشكل حكومة فيما بعد فهذه القوائم كلها باطلة وغير صحيحة على الإطلاق ولم يتم استعراض أي أسماء حتى الآن برغم أن طلب كذا مرة من المؤتمر والبرلمان أن يأتوا بقوائمهم وحتى المستقلين أو المقاطعين ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق لأننا لم نصل إلى هذا وستناقش وفود الحوار هذه التعديلات مع الهيئات التي تمثلها على أن تعود إلى الصخيرات وتجتمع مجددا يوم الخميس وفق ما أكده المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردين ليون الذي أشار إلى أن الطريق ستكون ممهلة للتباحث حول حكومة الوحدة الوطنية وملاحق الاتفاق وقال الخبير القدني صرح الزحاف في نشرة سابقة إن المستودة الرابعة كانت تحمل تناقضا منذ البداية بإعطائها التشريع لسلطتين قد يكون بينهما تعارض وهو ما يعتبر خطرا على العمل التشريعي في البلاد حسب قوله عملية التعديل الحقيقة أنا أرامها تنسجم مع قواعد العمل الدستوري الصحيح ينتقل التعديل لقالة إلى مجلس النواب ولكن هناك خطورة أخرى في نقل هذا الاختصاص لمجلس النواب وهذه الخطورة تتمن في عدم شماية حقوق المعارضة داخل مجلس النواب الأغلبية في مجلس النواب حقيقة للأسف يسيطر عليها الاتجاه الجهوي واتجاه معين دون بقية الاتجاهات وضرورة إشراك المعارضة من مصلحة الأغلبية رغم ألغاء اللقاء الذي كان مقررا البارحة في الصخيرات بسبب اعتراض وفد المتمر الوطني العام على التعديلات التي أدخلتها البعثة الأممية على المساودة الرابعة يرى مراقبون أن جولة المباحثات التي استمرت لمدة يومين تعتبر مؤشرا إيجابيا لقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في البلاد التقرير الآت يرصد مواقف عدد من الأطراف بشأن جلسة الصخيرات الأخيرة لقاء هو الأول من نوعه جمع ممثلي مجلس نواب بوفد المؤتمر الوطني العام في جلسات الحوار منذ انطلاقتها قبل أشهر أكد فيه ليون أن ما سيتحقق خلال هذه الجولة سيكون حلا نهائيا ليون أشار أيضا إلى أنه حتى لو بدى الحل صعبا فإنه سيكون الحل الصائب حسب قوله داعيا جميع الأطراف إلى أن تكون مواقفهم مارنة وبناءة من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في البلاد مستشار وفد الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح قال إن البعثة الأممية قامت عقب اللقاء بتسليم نسخة من مسودة الاتفاق السياسي لأطراف الحوار وسيعود طرف الحوار إلى كل من طرابلس وتبرق من أجل التصديق على الوثيقة قبل أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي منتصف الأسبوع الجاري دوليا دعا عدد من السفراء والمعوثين الخاصين للاتحاد الأوروبي في السخراج جميع الأطراف إلى التوقيع على المسودة النهائية معتبرين الوثيقة حلا وسطا وتلب تطلعات الملحة للشعب الليبي وتضمن وحدته ويرى بعض المحللين أن اللقاء المباشر الذي جمع طرفي النزاع في البلاد لأول مرة منذ انطلاق جلسات الحوار يعد مؤشرا نيجابيا نحو قرب توصل إلى حل نهائي للأزمة السياسية والأمنية التي أرهقت الليبيين وأتت على كل المجالات عثر فريق البحث عن المفقودين بالهلال الأحمر لبي فرع جدابيا يوم السبت على ثلاث جثث مدفونة جنوب المدينة وقال الناطق العالمي لفرع الهلال الأحمر جدابيا منصور عاطي لقناة ليبيا لكود الأحرار إن نقطة عسكرية أبلغت عن وجود الجثث في منطقة كراسة التي تبعد حوالي 17 كم جنوب مدينة جدابيا وأضاف عاطي أن أصحاب الجثث كانوا يحملون الجنسية التشادية ينضم إلينا عبر الهاتف من جدابيا الناطق العالمي لفرع الهلال الأحمر جدابيا منصور عاطي سيد عاطي هل بيمكانك أن توضح لنا تفاصيل الحادثة بشكل أكبر؟ نعم تفاصيل الحادثة هي أن شباب هلال الأحمر صوام بفريق البحث عن المفقودين أو فريق إبارة الجثث تلقوا بلاغ من أفراد عسكريين وأيضا بلاغ من مدرية أرمين الجدابيا وعن طريق طبعا نيابة الجدابيا بوجود جثث مدفونة في منطقة كراسة وعند التوجه عن فريق شباب الهلال برفقة شباب أو برفقة مجموعة من الجيش وأيضا وكيل النيابة وأيضا ممثل الجانية التشادية بالمدينة انتقلوا إلى مكان الموجود المتواجد في الجثث قاموا بإدارة هذه الجثث وبتعرف عليها تعرف الممثل الجانية التشادية حسب ما قاله أن هذه الجثث هي واحدة لمواقف سنرالي والجثثين البقيتين طبعا ثلاث جثث هي الذكور واحد سنرالي وأثنان سوماليين وليس كما جاءت المعلومات الأولية أنهم تشادية ولكن من أفادنا بهذه المعلومة وممثل الجانية التشادية في المدينة طبعا هذا الموضوع كما هو مبيف الصور كان في الليلة يوم السبت الماضي وبمعيد وكيل نيابة الجدابيا وأيضا أفراد الجيش وممثل الجانية التشادية قام شباب الهلال مع مجموعة من الخيرين الذين في الجدابيا بدفن هذه الجثث بمقبرة المدينة ومقبرة الجدابيا طبعا بعد هناك إجراءات أمنية قام بها السيد وكيل نيابة والتفسيق مع المستشفى سيد الحمد بن جريف إجراءات أخرى طبية طيب سيد عاطي يعني بعد هذه الإجراءات الطبية وهذا التواصل مع الجهات الأمنية هل تعرفتم على الأسباب التي أدت إلى وفاة أصحاب الجثث التي عثرتم عليها لا يوجد نحن كشباب الهلال هو مهمتنا كانت ملخصة ومحددة في مسألة إدارة الزتف فقط أما مسائل التعرف على الهوية وعلى الأسباب الوفاة هذه أمور طبية عميقة أخرى تتعرض إلى ذكرى طبيب شرعي وهناك تحليل وإجراءات تحتاج إلى وقت لكي يتعرفوا على أسباب الوفاة وهو في الغالب هو موضوع أمني صرف وليس موضوع مختصين به جميلة الهلال الأحمر نعم ناطق الإعلامي لفرع الهلال الأحمر جدابيا منصور عاتي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك نظمت رابطة أهل الشهداء بذبحت سجن بوسليم ندوة بعنوان الحقيقة المرة خفايا وأسرار المجزرة بمناسبة مرور 19 عاما على أحداث مجزرة سجن بوسليم وأراد منظمون ندوة بعث رسالة للمؤسسات القضائية بسبب ما وصفوه بتأخر النظر في القضية وغياب الإنصاف ورد الاعتبار إلى أهل الشهداء تفاصيل أوفا عن مجزرة سجن بوسليم في سياق التقرير الآتي التاسع والعشرون من يونيو عام الف وتسعمائة وستة وتسعين يوم انترك جرحا غائرا في وطن حكم بالحديد على مدى اثنتين وأربعين سنة الذكرى التاسعة عشرة لمجزرة أبو سليم كانت عملية قتل جماعية واعتبرت أكبر انتهاك ارتكبه نظام القذافي في ليبيا حيث راح ضحيتها أكثر من ألف ومائتي معتقل معظمهم من سجناء الرأية وتعد إحدى أبرز القضايا التي غذت ثورة فبراير سنة 2011 أخوي رحمة الله عليه من 12 فبراير 89 لغاية شهر 8 سنة 2008 وحلي ما نعرفوش عليه ولا حاجة طبعا تم قتله في 96 بدم بارد وبلغونا في سنة 2008 القصة بدأت بمدهمة قوات خاصة لسجن أبو سليم وإطلاق النار على السجناء بدعوة مردهم داخل السجن ثم قامت بدفن الجثثي في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في طرابلس وتكتم النظام على جريمته حتى سنة 2008 كانوا من خيرة شباب هذا البلد قدموا أغلى ما يملكه الإنسان وهي أرواحهم فداء أولا لدينهم ثم فداء للقيم السامية ولوطنهم ونشهد الله أنهم كانوا شبابا في رعي عاني شبابهم الحقيقة المرة خفايا وأسرار المجزرة عنوان ندوة نظمتها رابطة أهالي جهدائي مذبحت أبو سليم في محاولة لإماطة اللثام عن أحداث حاول نظام القذافي تمس معالمها وظلت منسية إلى اليوم تنتظر حقيقة ما حدث رغم معرفة الجلاد والضحية ننتظر أن يظهر الحق نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا أمانينا بانتصارنا وظهور الحق وأخذ القصاص من قتلة أبنائنا سؤالنا المهم هو متى تظهر الحقيقة هؤلاء هم آباء الشهداء أبناؤهم وزوجاتهم وبعض شهود العيان الذين كتب لهم أن يعيشوا ليكونوا شهودا على أبشع جرائم القذافي ولكن يبقى في قلوبهم وجع نظرا لتأخر الإنصاف ورد الاعتبار في هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف من درابلس مستشار قانوني لرابطة أهالي مجزرة بوسليم مصطفى المجدوب سيد المجدوب يعني تسعة عشر عاما مرت على مجزرة سجن بوسليم ما دللت هذه الحادثة؟ نعم سيد المجدوب وحيطة وحيي المشاهدين الكرام في الحقيقة لن نتبع سجن أبو سليم هذه الجريمة المنسية التي ارتكبها النظام السابق بحق الأبرياء العزل التي راح ضحيتها أكثر من 1200 شهيد وخيرة شباب ميديا علما وعجبا وأخلاقا ونحن كأهالي الشهداء في رابطة أبو سليم ما زلنا ننتظر الكشف عن أحداث هذه الجريمة ومعاقبة مجرميها وتشيط أوضاع الأهالي وفقا للقلل طيب يعني ما الذي يؤخر النظر في هذه القضية ورد الاعتبار إلى أهالي الشهداء هذا السؤال يطرحه كل أهالي الشهداء وكل دول الشهداء أباء الشهداء وأمه وإخوانهم يرددون هذا السؤال في كل لحظة إلى متى يستمر هذا التهميش إلى متى يستمر طيب هذه السقوط على الجريمة إلى متى يستمر المجرمون خارج السجن بدون عقوبة نحن كنزار المحاكمات نحن كنزار الكشف الحقيقة أشكر كذا المستشار القانوني اللي رابطت أهالي مجزرة بوسليم مصطفى المجتوب كنت معنا متحدثا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك الثالثة متواصلة وفيها بعد الفاصل رغم الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة في البلاد موائد إفطار وخيام في عدد من المدن تجمع الصائمين المخزوم يقول أن المباحثات وصلت إلى المراحل النهائية وشعيب يصف الوثيقة الجديدة بالنقلة النوعية واليون يعلن أن الحوار الليبي سيستأنف الخميس الهلال الأحمر الليبي فرعش دابيا يعلن العثور على ثلاث جثث من جنسيات صومالية وسينيغالية مدفونة جنوب المدينة ليبيا تحيي الذكرى تسعة عشر لمجزرة سجن بوسليم وستترقب أهل الشهداء الإنصافة ورد الاعتبار في هذه القضية أهلا بكم من جديد قال رئيس المجلس العسكري صبرات طهر لغرابلي إنه تم عقد عدد من الاجتماعات المباشرة خلال الأيام الماضية بين مجموعة من القادة الميدانيين تابعين لفجر ليبيا من جهة وما يعرف بجيش القبائل من جهة ثانية وأضاف لغرابلي أن الغرض من هذه المفاوضات هو تهديئة الأوضاع حيث سيتم الاتفاق على عودة المقاتلين في صفوف ما يعرف بجيش القبائل إلى مدنهم بعد تسليم أسلحتهم للقوات التابعة لفجر ليبيا مشيرا إلى طلب بعض القوات التابعة لما يعرف بجيش القبائل لضمانات أمنية من أجل العودة إلى مناطقهم وتسليم أسلحتهم بعد دخول اتفاق الهدنة في مدينة أباري حيز تطبيق توقفت الاشتباكات المسلحة في المدينة وعاد بعض سكانها نازحين إلى بيوتهم غير أن خرقات تشهدها المنطقة من حين لآخر تهدد استمرار الاتفاق ما قد يزيد الأوضاع في المدينة سوء ما زال اتفاق الهدنة الموقع بين قبيلتين التاب والتوارق رغم وقوع بعض الخرقات بمدينة أباري كان آخرها اختطف أشخاص من قبيلة التاب بمنطقة لغريفة بحسب رئيس مجلس حكما وشورى ويد لاجال المهد نور الذي طالب بإشراف طرف قوي وقادر على تثبيت الهدنة حتى لا تخترق قمرة أخرى رئيس مجلس عيان أباري أحمد ماتكو دعا من جهته إلى ضرورة وجود إشراف مباشر على الأرض لمنع أي أعمال قد تكون سببا في اندلاع اشتباكات في المدينة مجددا دعوات قابلتها تأكيدات الناتق باسم الوفد التباوي المفاوذ موسى ترسي أنهم قاموا بتشكيل لجنة مهمتها مراقبة الأوضاع في مناطق الاشتباكات لمنع أي تجاوزات أخرى ولعملوا على توصل إلى مصالحة شاملة لافتا إلى أن قبيلة التوارق ستشكل لجنة مشابهة للعمل بالتوازي مع لجنتهم مساعد تثبيت الهدنة ودعمها تتواصل في وقت تعاني فيه أباري من أوضاع معيشية سيئة بسبب نقص الوقود والسيولة المالية بالمصارف رغم الجهود التي يبدلها عدد من المنظمات بالمدينة مدير فرع الهلال الأحمر لبيبي أباري محمود العربي أكد أن الحياة في المدينة شبه معدومة في ظل استمرار إقفال المحال التجارية والنقص في الأدوية والمواد الغذائية الأساسية مناشدا جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى سكان المدينة ومع استمرار انقطاع الكهربال أكثر من سبع ساعات يوميا ونقص المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة يعيش سكان أباري أوضاع إنسانية صعبة ستزداد سوءا في حال فشلة الهدنة وعادت الاشتباكات المسلحة إلى المنطقة شاهدت عدد من المدن الليبية تنظيم موائد إفطار جمعية في محاولة لتقديم المعونة للمحتاجين وسعيا منها لتقريب من فرقتهم السياسة وجمعهم على مائدة إفطار واحدة التقرير الآن يرصد جانبا من موائد الإفطار التي نظمت بعدد من المدن رغم الظروف الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية في البلاد والتي تسببت في تأزم الأوضاع الإنسانية بعدد من المدن إلا أن ذلك لم يغيب روح التكافل والتضامن بين أبناء الوطن اجتمعوا على طاولة واحدة كبارا صغارا ونسوا ما يفرقهم من انتماءات سياسية آملين في أن تحل الأزمة الراهنة قبل نهاية شهر السيام إنها موائد الإفطار التي نظمتها جمعيات خيرية في بنغازي بعد أن نصبت خياما بالمدينة متجاوزة كل ما يحدث بها من اشتباكات وأوضاع أمنية سيئة ميدان الساعة بطرابلوس هو الآخر تحول إلى مكان يستقبل كل من ضاقت به الإمكانيات ولم يجد إفطار تلك الليلة عائلات تبرعت بما تقدر لتدخل البهجة على قلوب الصائمين بالمدينة من طرابلوس إلى مصراتا وتحديدا إلى ميدان فجر ليبيا بالمدينة الأجواء نفسها مائدة تجمع أهالي المدينة كل يوم جمعة بشهر رمضان المبارك نرحب بضيوف الرحمن على مائدة غريان رمضانية لافتة كتبت على هذا المكان الذي تجمع فيه عدد من سكان المدينة وضيوفها كبارا كانوا أم صغار ينتظرون ساعة الإفطار وفي جادو أيضا حاول هؤلاء المجتمعون على طاولة واحدة الشعور بلذة الإفطار في أجواء تبدو عائلية وقد تجمع كافة الليبيين على كلمة واحدة مصلحة الوطن فوق كل احتبار قبل الختام هذا تذكير بالعنوي المخزوم يقول أن المباحثات وصلت إلى المراحل النهائية وشعيب يصف الوثيقة الجديدة بالنقلة النوعية واليون يعلن أن الحوار الليبي سيستأنف الخميس الهلال الأحمر الليبي فرعش دابيا يعلن العثور على ثلاث جثث من جنسيات صومالية وسينيغالية مدفونة جنوب المدينة ليبيا تحيي الذكرى التاسعة عشر لمجزرة سجن بوسليم وسط ترقب أهل الشهداء الانصافة ورد الاعتبار في هذه القضية ختم النشر دونتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة